لقد تحول التوتر بين الدميركانيين والأوركزغي إلى حرب ديسمبر باهرام أشزغي ترميند مصمم على أخذ كل أحبائه من يدي صرحات صرحات تشعر بالقلق إزاء التخلص من الجريمة التي وقيت عليه في أقرب وقت ممكن ويجري بالقرب من عائلته ومع ذلك مع تعطل خطط بهرام يقوم بإعداد مصائد جديدة لسرهات تقع الزمرودة في معضلة رهيبة بسبب سر لديها الكشف عن هذا السر سوف يدمر صرحات لكن هذا أيضا سر ليس من السهل لاحتفاظ به يدخل سوهندان في مسار لا رجعة فيه خطوة بخطوة مع تأثير الألم الذي يعاني منه التفكير في أن صرحات وعائلته بأكملها قد تركوه وحده وقال أنه سيجعل صديق جديد لنفسه ومع ذلك فإن الهدف الرئيسي لسوهندان هو الآن الانتقام من كل من جعله يعاني ما لم يدرك الزمرود وصرحات هذا التحول فإن الخطر سيزداد تدريجيا إذا كان الزمرود يثق في الشخص الخطأ فسوف يتسبب ذلك في اتخاذ عائلة ديميركان مصارا لا رجعة فيه حميد من ناحية أخرى مصمم على عدم التخلي عن السودان على الرغم من اقتراحات والده وكانان في الاتجاه المعاكس وعندما تريد أن ترى سوهندان يظهر شخص غير متوقع أمامك إن اللقاء بين عباس وحاميد الذي يحاول قبول نفسه في عائلة ديميركان مرة أخرى لن يتحسن مرة أخرى مما يخلق نتيجة لن يمكن عكسها أبدا بعد هذا الحدث لن يبقى شيء هادئا في قصر ديميركان وأوشيزاز كما كان من قبل ستدخل العائلتان في حرب كبيرة سوهندان أيضا لا يختلف عن الزمرد المسافة التي يعيشون فيها مع حمية والمسافة بينهما تؤثر على سوهندان بشكل لائق سوهندان الذي لا يريد العودة إلى قصر ديميركان سيبدأ في الخلط بعد محادثة مع ضيف لم يتوقعه أبدا بدأت الخطوة الأولى التي اتخذها أزيميت وديسمبر معا في التأثير على العلاقة بين صرحات وفيرميرمت بينما يعتقد صرحات أنه يجب عليهم التحرك بحذر أكبر تبدأ بعض مشاعر إيميرد في التغيير أزيميت على نحو متزايد أكثر يلنيز لسمان مع ديفيد يقرر التمسك لهذا نعود إلى فلا ديفيد يجب أن الزمرد بيالوكات أحب الزمرد مرة أخرى ديفيد وسيكون اختبارا رائعا سوف أزيميت والبحر والزمرد لزمالة صرحات لحظة بلحظة تصبح خطرا متزايدا صرحات الذي يفهم أنه يجب عليه التعامل مع عدو جديد يجب أن يتوصل إلى حل لحماية كل من أحبائه والأبرياء في المواقف الصعبة لهذا الغرض سوف تتطور الرفاق بينه وبين العالم ديسمبر الحقيقة التي يكتشفها سوهندان تفتح فجوة بينه وبين هم ديسمبر بينما يقع حميد في مأزق مستحيل يضع سوهندان هدفا جديدا لنفسه اطلاق النار على عباس سيكون له تأثير صدمة كبيرة إن هوية الشخص الذي أطلق النار عليه ستكون أكثر تدميرا لسريهات وإميرالد المثابرة من ناحية أخرى سوف تتذكر مرة أخرى ما يعنيه ألم ألدن الضيف غير المعلن عن قصر أوشيزغ هو مرشح لتغيير جميع الأرصدة في القصر هذا الضيف يزعد السلام ليس فقط من أوشيز أوشيس ولكن أيضا من ديميركان لا يستطيع سوهندان أن يقبل نفسه من قبل ابن حميد بينما يعاني سوهندان من حزن هذا فهو غير مدرك أن أياما أسوأ تنتظره تقع مليحة في وضع خطير للغاية على الرغم من أنه يحاول إخفاء ذلك عن الجميع اكتشف إميرد وصرحات ما حدث لمليحة يجد صرحات عباس ويبحث عنه في كل مكان لطلب حساب بينما يهرب عباس من صرحات يلجأ إلى شخص خاطئ للغاية قرار إميرد وصرحات بالزواج يجعل أزيميت يتصرف دون التفكير في النهاية صرحات والمثابرة تأتي إلى نقطة الانهيار صرحات وإمرالد على الرغم من الجميع وكل شيء يتزوجان في النهاية بعد كل هذه المشكلة يعدون بعضهم البعض لمجرد أن يكونوا سعداء ومع ذلك فإن الخطة التي وضعها عباس من خلال مليحة قد تسارعت أيضا يتخذ الزمرد قرارا بعد كل ما حدث مع القرار الذي اتخذه زفر ميرمت سيتغير مصير ليس فقط صرحات ولكن القصر بأكمله هل سيتمكن عباس من الهروب من خطاياه؟ ماذا سيؤدي القرار الذي اتخذه الزمرد إلى؟ طلق صرحات ودينيس لا يمكن أن يكون الزمرد غير مبال بحب صرحات بعد الآن سيهات وفير ميرمت بعد كل الألم الذي عانوا منه يريدون الوقوف في وجه كل شيء من أجل أن يكونوا سعداء ولكن حتى لو كان عباس بعيدا فقد بدأ في زرع بذور خطة خطيرة للغاية للفصل بينهما إلى الأبد عناد سوهندان يوصله إلى نقطة إنهاء علاقته مع حميد ومع ذلك فإن العقل الذي سيعطيه بنيز سيمكن سوهندان من النظر إلى علاقته بعين مختلفة وسيفتح له بابا جديدا عندما يدرك عباس أنه سيتعرض لغضب صرحات يجد العلاج في الهروب بينما يعتقد عباس أنه يحمي نفسه فهو لا يدرك أنه على وشك أن يفقد أكبر حليف له أزيميت شرك صرحات الغاضب لعباس على وشك تدمير إمكانية التواجد مع ميرلد مرة أخرى لا يمكن أن يظل الزمرد غير مبال بهذا الوضع الكارثي هل سيتمكن صرحات من العثور على الرقيب نيازي؟ هل سيتمكن إميرلد من إعادة صرحات من طريق لعودة هذا؟ إميرلد يبدأ العمل في ورشة جيهان يكتشف صرحات هذا الأمر في لحظة لم يتوقعها أبدا الزمرد من العالم غيور ومع ذلك فإن الزمرد ملتزم بالقيام بالعمل الذي يحبه ديفيد وعائلته وبسبب وفاة عمه عباس صفلينيرك من متى تجد الإجابة على شكوكك الصندوق الأسود لعباس النيازي الرقيب يذهب بعده ألقى به سوهندان حامد اسمي خطأا مدركا عودة ديميركان إلى القصر ومع ذلك لا يمكن أن يكون هذا الفصل جيدا لكلهما عباس لفصل ديفيد والزمرد يخفت العين لكنه يدفع ثمن كل أفعاله من فلال عدم قدرته على رؤية ابنه حديث الولادة سرحات يسرع إجراءات طلاق النيس يمهد البحر أيضا الطريق لجمعيات أعمال جديدة لتكون دائمة في القصر انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا إلى الزمرد هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات ترجمة نانسي قنقر